اهلا واسهلا مشاهدين الكرام في صدق اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحفة العراقية والعربية والعالمية ولكن بعد جولة في اهم العنوين في العربي الجديد البيت البيض يلوح برد عسكري محتمل على الهجوم الصاروخي في العراق في المدى لجنة العليا للصحة والسلامة تبقى الحظر الشامل وصحة تسجل اعلى معدل اصابات بكورونا في الزمان اعدام ثلاثة عراقيين في سجن الحوت في العرب اللندنية صواريخ والميليشيات في العراق تختبر صبر ادارة بايدن في القدس العربي الجنائية الدولية تفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال الصهيوني في الشرق الاوسط مجلس النواب الامريكي يلغي جلسة اليوم بعد تحذير من مخطط لاقتحامه وفي عربي 21 ادارة بايدن عقدت اول لقاء مباشر مع جماعة الحوثي للضغط باتجاه انهاء الحرب في اليمن المخاطر التي تحدق بالدينار العراقي موضوع تناوله الكاتب فاضل الخفاجي في مقالة جاء فيها انه من بين تفاؤل وتشاؤم وطيات لا بد من تسجيلها في اي تحليل مجرد لمستقبل الدينار العراقي الدينار العراقي اليوم هو كوضعه السياسي الامني في منزلة بين المنزلتين وفي هذه المرحلة وعند العودة الى تاريخ الدينار عادت برصة التوقعات في بغداد ومعها التنظيرات بين المخاوف المفرطة بالتشاؤم والاخرى المفعمة بالتفاؤل التشاؤم والتفاؤل ليس جديدين على الدينار العراقي فكلنا يتذكر فترة التسعينات من القرن الماضي والحصار حين اصبح الدولار الامريكي يعادل قرابة ثلاثة الاف دينار عراقي وما تبع ذلك من اثار اضرت بالمواطنين فالمتشائمون يرون ان ارتفاع سعر الدولار ليعادل الفا واربعمائة وخمسين دينارا مبالغ فيه خاصة ان سعره قبل ذلك كان بما يعادل نحو الفا ومئة وتسعين دينارا وهنا يتضح الفرق الواضح وهذا بالطبع سيتحمله المواطن لان اسعار البضائع المستوردة من الخارج والتي تعرض في الاسواق من الطبيعي ان ترتفع والسبب يعود الى ان الاستيراد يتم بالعملات الاجنبية وبالنتيجة فالمواطن هو المتضرر اما المتفائلون وهم قلة قليلة جدا فيرون ان سبب انخفاض قيمة الدينار امام الدولار هو انخفاض اسعار النفط عالميا وتأثيره على الخزينة العراقية التي تعتمد على واردات النفط بنسبة تزيد على خمسة وتسعين بالمئة تفاؤل المتفائلين وتشاؤم المتشائمين لا يخلو من تأثير على المواطن غير ان بين التفاؤل والتشاؤم معطيات لا بد من تسجيلها يضف الكاتبين السعر القديم البالغ الفان ومائة وتسعين دينارا مقابل الدولار الامريكي هو الاصح لتحسن اسعار النفط ويبقى المواطن والوطن هما الاغلى انهيار السيادة في العراق ولبنان موضوع تناولته الكتبة باريا الامودين في مقالة جاء ترى طهرانا الدول العربية الواقعة تحت سيطرتها هي ورقة تفاوض ودرع عسكري ان زعماء الدين الايرانيين سيبيعون هذه الدول او يسمحون بتدميرها بسرعة اذا حقق ذلك مصالحه هكذا تزول الامم يسير العراق ولبنان بنفس الطريق الذي سلكته اليمن وسوريا حيث تتعرض العناصر الاساسية لقيام الدولة للتفكيك في حين ان منهم في مواقع النفوذ اما غير قادرين او غير راغبين في العمل ان الوضع الكارثي الذي يواجه هذه الدول يجعل الامور بسيطة للغاية اما ان تكون هناك دولة ديمقراطية ذات سيادة او ان هناك فوضى ميليشياوية يعرف اللبنانيون والعراقيون جيدا معنى الاستيقاظ كل صباح على جثث ملقات على جوانب الطرق تملأها ثقوب الرصاص هناك مؤشر اخر يظهر في كيفية قيام طهران بجر لبنان الى فلكها حيث وصف كبراء صفقة للبنان لاستلام خمسمائة الف طن من زيت الوقود من العراق بانها خدعة سخيفة لايران لتهريب النفط في انتهاك واضح للعقوبات فان سيطرة حزب الله على الموانئ اللبنانية تمهد الطريقة لتصدير كميات اكبر من النفط الايراني في العراق ايضا قتل عشرات النشطاء والصحفيين على ايد الميليشيات ايران بنت تحصينات ضخمة على طول الحدود بين العراق وسوريا كقاعدة امامية لفض السيطرة على شرق سوريا وتهريب الصواريخ والذخار وفي لبنان كم مرة وقفت ما تسمى بالمقاومة الاسلامية وشاهدت مواطني غزة يقصفون اذا ما هو الهدف من هذه المقاومة الاسلامية؟ ببساطة هناك مجموعة من الدولات التي يهيمن عليها وكلاء موالون لإيران وتضيف الكاتباء ينصب كل من حزب الله وإيران نفسيهما على انهما حماة لبنان والعراق بينما هما في الحقيقة يضمنانا الدمار الوشيك لهذه الدولة في مجلة القاردينيا مقال جاء فيها الواقع الذي عاشه الفلسطينيون في العراق بعد احتلال البلاد عام 2003 موضوع تناوله الكاتب سعد ناجي في مقالة جاء فيها تماديا في اضطهاد هذه الشريحة العربية من قبل الحكومات كما بعد الاحتلال أصدر قانون جديد عام 2017 ويلزم الفلسطينيين المقيمين في العراق بالحصول على موافقة على الإقامة وضرورة تجديدها السنوي يعود تاريخ الوجود الفلسطيني في العراق إلى عام 1948 عندما تم تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من قبل العصابات الصهيونية حيث تم نطل عدد من العوائل الفلسطينية من قبل الجيش العراقي المنسحب وتم إيواؤهم في معسكرات الجيش في البداية ثم تم توزيعهم على مخيمات في بغداد والموصل والبصرة وأتذكر جيدا وأنا طفل صغير أحد هذه المخيمات والذي كان يقع في منطقة البتاوين وسط بغداد وبعد احتلال العراق شجع الاحتلال الميليشيات على مهاجمة المجمعات السكنية للفلسطينيين وانتزاع ممتلكاتهم وقتلهم بصورة وحشية وترضهم من مساكنهم ما أجبر أعدادا كبيرة منهم على الهرب باتجاه الدول العربية المجاورة وعندما لم يسمح لهم بالدخول بدعوى أنهم لا يحملون جوازات سفر اضطروا إلى إقامة مخيمات في الصحراء على الحدود لتؤويهم وعوائلهم ثم رحل معظمهم إلى أمريكا الجنوبية أو إلى المحافظات الكردية شمال العراق وبسبب الإجراءات التعصفية لم يبقى في العراق إلا بضعة آلاف منهم ويقال إن الباقين لا يتجاوزون 3500 إلى 3800 فرد إن معظم المساكن التي كانوا يسكنونها تم طردهم منها وقطعت عنهم كل أشكال الإعانات وهناك إحصائيات تقول إن حوالي 700 فلسطيني تمت تصفيتهم من قبل القوات الغازية ثم الميليشيات المسلحة وفي بعض الأحيان من قبل أجهزة الدولة الجديدة ويضيف الكاتب كما صدر مؤخرا قانون يقول إن المواطن الفلسطيني إذا غادر العراق ثلاثة أشهر فعليه الحصول على سمة دخول أي فيزا جديدة للعودة إليه وإن كان مقيما فيه عقودا أو كانت عائلته مازالت تقيم فيه وغالبا ما يسوف هذا الطلب أو يرفض بينما رعاية دول أخرى على رأسها إيران يدخلون العراق ويقيمون فيه دون الحاجة إلى سمة دخول في صحيفة الزمان مقال عن الأزمات العراقية المستمرة موضوع تناولته الكاتبة وصالي العزاوي في مقال جاء فيها إن ما يزيد العمر تعقيدا في العراق دخول أطراف خارجية إقليمية ودولية تعمل على تأجيج الأزمة الداخلية مؤدية بذلك إلى حرب أهلية منذ عام 2003 والمسرح السياسي العراقي يشهد دوامة من الأزمات السياسية المتتالية والأزمة السياسية الحالية لا تختلف عن سابقاتها من الأزمات السياسية فقد جاءت لتبقى طالما بقي النظام السياسي العراقي بصيغاته الحالية لقد أصبح العراق مصنعا للأزمات السياسية ولا يمكن الحديث عن العراق دون الحديث عن أزمة سياسية معضية أو حاضرة أو لاحقة وفي كل أزمة تبحث الأسباب وتقدم الحلول وتفتح المنافذ السياسية للخروج من الأزمة ثم تظهر أزمة جديدة وبشكل جديد وعناصر جديدة وهكذا الحال في العراق ترحيل الأزمات دون إيجاد الحلول والمعالجات إن النظام السياسي الجديد في العراق بني على أساس حكومة الشراكة والذي يعني مشاركة الجميع في الحكم وفي صناعة القرار بعيدا عن نتائج الانتخابات وبعيدا عن رأي الناخب العراقي وفق ما يسمى بالديمقراطية التوافقية وهي ديمقراطية جديدة ابتدعتها القوى السياسية لضمان مصالحها ووجودها في السلطة حيث تفرض هذه الآلية إشراك الجميع في الحكومة ومؤسسات الدولة حسب حجم المكون والحزب والطائفة وضرورة توافق الجميع على أي قرار سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي يتعلق بمستقبل البلاد قبل إقراره الأمر الذي جعلنا نشهد ولادة حكومات متراهلة وبطيئة يحاول كل طرف فيها الدفاع عن حقوق الطائفة والمذهب والقومية التي ينتمي إليها بعيدا عن الهوية الوطنية الكاتبة وصالة العزاوي ذكرت في مقالها أيضا أن البحث في إشكاليات نظام السياسي العراقي ومدى ملاءمة نموذج الديمقراطية التوافقية من عدمه يتطلب المراجعة التقومية الجادة والانفتاح على جميع الأبعاد التاريخية التي تغذي الصراع والتي أنتجت تراكمات سياسية ثقيلة ما تعرض له الفلسطينيون والسوريون من انتهاكات إنسانية والصمت الأمريكي عن ذلك مضوع تناوله الكاتب الرياض معصعص في مقالة جاء فيها ليسمع سادة البيت الأضياد أصوات الفلسطينيين الذين يجرف زيتونهم وتهدم بيوتهم وتبتلع أراضيهم من التنين المحترم لا يزال كوكب المريخ جرماً غامضاً في الكون القريب المحيط بنا وانشغل به الفلكيون منذ القدم هل يحتوي على الماء؟ هل هو مأهول بالحياة؟ هل على سطحه مخلوقات خارقة ترسل إلينا بصحونها الطائرة؟ هذا الكوكب الأحمر أخذ حيزاً كبيراً من تفكير ومراقبة الفلكيين وقد رصدته أكثر من حضارة وأرسلت دول عدة مركبات فضائية لمحاكاته وجاءت المركبة الأمريكية الأخيرة لتحط على سطحه كأول نجاح منذ القدم منذ أن خلق هذا الكون في ستة أيام وسجل مايكروفون المركبة أول صوت منبعث من هذا الكوكب صوت سمعه سكان كوكب الأرض وهلل علماء ناسا لهذا النجاح الفلكي مما لا شك فيه أن صوتاً من المريخ خطوة علمية كبيرة ونجاح الإنسان في اختراق أسرار هذا الكوكب الأحمر وسماع الصوت المرسل من المريخ لا يمنع من سماع أصوات تنبعث من حناجر الشعوب المقهورة والمقموعة والمذبوحة من الوريد إلى الوريد وخاصة ممن أرسل هذه المركبة ونصب نفسه شرطياً على العالم كيف نسمع صوتاً من المريخ ولا نسمع أصوات شعوب تعاني القمع والقتل والتشريد على كوكب الأرض فالفلسطينيون يصرخون منذ لعنة بالفور الكبرى ولا حياة لمن تنادي يقتلون يشردون ينامون في العراء هل يسمع صراخ السكان السوريين الذين يقتلهم نظام ليلة نهار فقتل وتعذيب وحشي ومنذ خمسين عاماً تحت حكم نظام الأسد ويقول رياض عصعص في مقاله أيضاً هل يسمع سكان البيت الأبيض صراخ سكان سوريا الذين يرزحون تحت حكم مستبد يقتلهم ليلة نهاراً حتى بالسلاح الكيميائي الذي قال باراكوباما أنه خط أحمر ثم وجدنا أنه غير لونه سريعاً كي لا يزعج إيران حليفة الأسد ويفسد على نفسه توقيع الاتفاق النواوي معها انفجر نموذج أولي غير مأهول لصاروخ ستارشيب الفضائي العملاق الذي تطوره شركة سبايس إكس الأمريكي الأربعاء بعيد أو بعيد دقائق من إتمامه ما بدأ أنه أول رحلة تجربية ناجحة له إذ تمكن خلالها من الإقلاع والهبوط وكانت رحلتان تجريبيتان سابقتان انتهتا بانفجار الصاروخين أثناء محاولتهم الهبوط إذ فشلا في كلا المحاولتين في التخفيف من سرعتهما وارتطم بالأرض وسط كرة لهب ضخمة أعلقت سبايس إكس على عملية الهبوط التي بثت وقائعها مباشرة على الهواء بالقول هبوط سلس رائع لكن في أسفل الصاروخ كانت هناك نيران مشتعلة حاولت الفرق الموجودة في المكان إطفاءها وما هي إلا دقائق حتى وقع انفجار ضخم قذف بالصاروخ في الهواء ليتحط طمع عند سقوطه على الأرض وقبل الانفجار غرد الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك قائلا ستارشيرد قد حط بقطعة واحدة وتراود إيلون ماسك فكرة إرسال أكثر من واحدة من هذه المركبات إلى المريخ مستقبلا ولكن في البداية قد يكون الصاروخ إذا أصبح جاهزا للعمل مفيدا لرحلات أقرب وخصوصا إلى القمر الذي تأمل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا العودة إليه لاحتفاظ بوجود دائم عليه اعتبارا من سنة ستارشيرد هي أيضا المركبة التي يفترض أن يقوم فيها الملياردير الياباني لوساكو مايزاوا برحلة إلى القمر حدد موعدها المبدأ سنة 2023 لكن سعرها بقي طي الكتمان الآن إلى الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ختام صدى الأقلام ظل دائما بألف خير إلى اللقاء